موسيقى مرجعنا لكم في الاهلي خطة احمر عارفين الادرينالين عندكم عالي ولكن الفقرة دي محتاجة منكم التركيز الشديد سيبك بقى من اشخاص الناس اللي عتيجي في الفقرة ايا كان اسمائهم احنا بنتكلم في مبدأ وظاهرة رصدناها كمان عند جمهور النادي الاهلي وهي ان انت تشوف منصة صوتية مهمة تكاد تكون الاولى رياضيا في تقديم المحتوى الرياضي على الراديو داخلها انحياد شديد وصريح تشوف الرأي العام بيوجه والبعض بيتعامل داخل المنصة اللي مفترض يكون فيها حياد بان هو بيتعامل ان هو داخل نادي الزمالك او بيشتغل اعلام فئوي ودي ظاهرة مخيفة جدا يا اسمائ بالتأكيد فارس وطبعا الزاهرة دي هيكون برنامج الاهلي خط احمر هو اول من يرصدها واحنا بنوصر رسالة نرجو نرجو اختيار اللي يقدروا يقدموا في القنوات المحايدة الحال التام انا ما عنديش مشكلة هو جاي من بجره وندلونه ايه احمر ابيض اخضر قصته تماما لكن عندي مشكلة ان هو لما يعد امام ازاعة ازاعة مهمة جدا يبدأ يتكلم بشكل فيه انتماء وانتماء فيه تعصب وفيه اخفال الحقيق وطبعا فيه توجه تام لدرجة ان بقينا نشوف احدهم او بعضهم بعد جماهير نادي الزمالك انه هو هيكون حريصا على الدفاع عن نادي الزمالك في منصة المفترض انها محايدة فوجب علينا اننا نوصر رسالة تنبيه لان ده اعلام محايد نتمنى تأخذوه بعين الاعتبار انا بقى هاخد من كلامك وحافترض حسن النية التام شفنا لقطات يا اسامة اشتركنا فيها وفكرنا فيها وهي تقرير بيتعامل عن مباراة الزمالك والاسماعيلي مقدم التقرير والبرنامج المسؤول بيطلع يعتزه شيء ايجابي شفنا خبر بيتقال عن مفاوضات تخص نادي الزمالك مقدم البرنامج بيطلع يعتزه ايضا شيء ايجابي اذا لو ده التوجه يبقى احنا بننتظر ان فيه اعلام ما يكونش موجه بما انه غير فئوي هناخد من ده وبنرصد للمسؤولين ظواهر وهم يقيموها ويقولوا هل ده بيمشي مع المنهج ده ولا لا هنبدأ بخالد الغندور ونشوف في الراديو اللي مفترض انه محايد مفترض انه محايد قال ايه نطلع ونشوف الفيديو اتمنى من الاهلوية يبعتوني رسائل جميلة واشكروني على الحيادية اللي انا فيها يعني اشكروا يعني يعني قطر خير كابتن نادي الزمالك كابتن التاريخي خالد الغندور ان يكون حيادي بهزي يعني حيادي جدا يعني حيادي جدا يا جماعة فا فا واتمنى ان تكون الرسائل مش منحازة تكون يعني فيها نوع من العقلنية كده وتكلموني كده بالعقل وبالمنطق ولو رأيت رسائل مش كويسة ميلة الاهلوية هنعندي زمالكويه في الشارع دلوقتي اه في ظهري هيبعتولي رسال يردوا عليكم انا بقول لكم اهو اه حد بيقول لي الاهلي عمل لك حرقان حرم عليك يااحي اقسم بالله حرم عليك ليه يعني ليه وليه اللفظ ده على المموما هسيب الزمالكاوي يردوا عليك ولا عمرك هتكون حيادي يا خالد يا غندور الاهلي بطل افريقيا ودوري وكاس ان شاء الله الدوري وكاس ان شاء الله زمالكاوي ان شاء الله اتحداك على الهوى انك مش عارف معنى كلمة محايد لا معنى كلمة محايد ان انت تكون عادل في الاخبار وفي كلامك على الراديو ايه رأيك في الهو ده اهو ده معنى كلمة محايد يعني لا تكون مايل لكفة على حساب كفة لكن الميلان القلبي ده ده ليس له علاقة بالحياد والانحياز ده اللي وصلنا له ده الحيال اللي وصلنا له اولا السخرية من كلمة الحياد بعد كده حد هيتكلمني من جمهور النادي الاقلي واستخدام لفظ والله انا محرج اكرره ومش هكرره بيقرأ الرسالة طب انت ببديهيات الاعلام جات لك رسالة مسيئة بتقرأها على الهوى ليه لو قاعت في الخطأ ده فيه خطأ اكبر يستحق ان يحاسب عليه ودي ظاهرة مور رعبة ان الرد انت شتمتني انا عندي جمهور الزمالك مش انا اللي حرد عليك هو اللي حيرد عليك باعث الفتنة والتعصب الرياضي خالد الغندور اللي احنا بنتكلم فيه ده مش قرأ بقى زي اللي اتكلمنا فيها من شوية اوجات نظر احنا بنرصد ظاهرة مرعبة اعلاميا شخص غير مسئول وانا انا مسئول تماما عن وصفه بغير المسئول بيتحدث بيعمل فتنة بين جمهور مش مستوعب انه هو في اعلام غير فئوي ودي بكل ردوده اما تبريره هو ليه محايد او مش محايد ده اللي اسامة يقدر يفهمه لكم كويس جدا لا احنا نطلع نشوف الفيديو على طول طول طبعا بيتكلم عن حياته ومش حياته نطلع نشوف فيديو وهو بيتكلم عن عودة النادي الاهلي للدور المصري ونشوف الحيات وعايزة زغرة يا جماعة الف مبروك يا جماعة الاهلي يرجع لقف الدوري تاني الحمد لله يوم الخبيس اللي جاي اخيرا اخيرا هنشوف قبل ما موت هشوف الاهلي بيلعب في الدوري الحمد لله عبدالله هيلعب مع بيرامد هو ده الحياد اللي انت تفهمه هو ده الحياد اللي انت بتقول الميلان القلبي القلبي لما الميلان من وجهة نظرك بمصطلحك يعني الميلان القلبي بوجهة نظرك او الميول او العاطفة تطودك عارف في جمهورية أفلاطون لما العاطفة تقودك لأنت حتى هنا ما ينفعش العاطفة تقودك لأن هناك هيبقوا مؤلفين ورومانسيين وحاجات كده كتير جدا أعتقد إحنا أثبتنا في أول حلقة أن أنت ما عندكش المؤهلات اللي تؤهلك اللعب الدور ده لكن الحقيقة الأمر صعب جدا بتتكلم عن فكرة النادي الأهلي وما يلانك أو عاطفك لنادي الزمالك بتقودك لسخرية الحمد لله أنت مخوش بتشوف هنا الأهلي أفريقيا ولا أين؟ ولا أنت زعلان أنك بتشوف في النادي الأهلي في أفريقيا؟ زعلان؟ بالتأكيد زعلان أن أنت بتشوف في النادي الأهلي في أفريقيا ففرحان أن أنت بقى رجعت تشوف النادي الأهلي في الدوري بالمناسبة هو النادي الأهلي في الدوري ما رجعش لوحده كان فيها عنديها أخرى زي نادي برامدز برضو رجع الدوري بس ده هناخده في فترة قادمة ولكن المهم اللي احنا نوصله من فكرة خالد الغندور أن لازم المسؤولين ياخدوا بالهم من النقط اللي احنا بنلقي الضوء عليها دي. لكن ما كانش بس خالي الغندور لا. ولا كان الامر مستحدث لا. ده الامر تقريبا كان متواجد بشكل كبير جدا من الناس اللي بيقودها ميولها وانتماءتها لفكرة ان تقلبها حريقة حتى لو الحريقة دي ضد النادي الاهلي. مهم جدا الكلام ده لان ممكن البعض يروح لفكرة اصله هو خالد الغندور ده منهجه وده فكره مش عارف يتخلى عنه هو الاساس مفترض لو حتى انت عارف ان ده منهجه وفكره مش عارف تخلى عنه ما تجيبوش في منصة محايدة. طب ده حصل وده استثناء. هو اصلا مش استثناء لان لما نطلع ونشوف ماركو مراد من فترة كان المحتوى اللي بيتقدم على الازاعة هي هي اونس بورت اف ام كان ايه بجد انا وانت وكل اللي بيقرجوا هيتخدوا نروح ونشوف الفيديو مهدي عبيد هنا في مصر قال لك لا الحكم ده ما توقفش هو بتاع ده الحكم ده توقف خالص ما حكمش بعدها بس عندنا في مصر طبعا والرجل اعترف ان هو اخد رشوة فيه السندوتشات معمولة برا كان فيه سندوتشات معمولة برا الاستاد كل مشجع اهلي بيجي بالتذكرة بتاعته بياخد الوجبة بتاعته ويخش حاجة مقصودة حريقة ولع ولا عنار حريقة ولع ولا هي اغنية يعني بمص يعني الدنيا هنا في حالة من حالات الانفجارات يعني سواء كان على تليفوني او على الفان بيج او على تليفون المحطة يعني فيه فيه حدث بيحصل عندنا كابتن عفة نصار جاي بقنابل وبزوكة واملطوف وحاجة ما بالراحة بقى كابتن عفة ادي المنصة المحايدة اللي بيتهم فيها حكم حكم مباراة للنادي الاقلي بالرشوة وبيتم السخرية من الجمهور وعلى الجانب الاخر المقدم اللي المفروض بيتمتع ببادهيات وادبيات الاعلام ودارس وفاهم ويقول ان الكلام ده ماينفعش يقال مرسل وان احنا في منصة مسئولة ماينفعش ده يحصل فيها ويقول حريقة حريقة ولع ولا عنار ده اللي احنا وصلنا له هو ده المستوى وهي ده العقليات اللي احنا زي ما بنكرر مش هنسيب الموضوع ده وبنوجه رسالة للمسئولين زي ما بنكرامل في قضاية خص نادي الزمالك لازم وقفة مهمة فيما يقال عن النادي الاقلي طبعا بعض الناس هيقول طب ما عندكم كابتن احمد شبير اهلاوي اي حد من اعلام نادي الزمالك يوصل لمرحلة من اللي احنا شفناها دي او جزء في حلقة صغيرة او حتى 30 ثانية للكابتن احمد شبير بالمستوى اللي احنا عرضنا ده يعرضها ولكن الكابتن احمد شبير بالتأكيد بالتأكيد في حتة تانية خالص وكأن حراس مرمى النادي الاهلي في حتة تانية خالص وكأن حلقتنا النهاردة في حتة تانية خالص ما كانش بس القدام ولا كان خلقا ندور كمان قناة قون اتعقدت مع شادي عيسى يقدم برنامج وعد جماهير نادي الزمالك ان هو يكون صوت نادي الزمالك جوة الازع ومش كده وبس ده اول ما بدأ بدأ بحلقة تقريبا مش شايف غير ما يبدو لي او محاول بيبيعه للجماهير سلبيات النادي الاهلي سلبيات بقى تخص كل شيء نسمع جزء من اللي اتكلم عنه شادي عيسى عشان نوضح ان المنهج مش قديم بس ده قديم وجديد والرسالة لازم توصل نسمع شادي عيسى لكن ايه حكاية بقى المهاجم الافريقي والتر بواليا النادي الاهلي راح جابه من الجونة في يناير اللي فات بعقد اربع سنين ونص ممتاز دفع كامل الجونة او دفع كامل الجونة ما يوازي تلاتين مليون جنيه مصر عشان والتر بواليا خلاص عشان اصلا والتر بواليا يتأيد حصل حاجة تانية الاهلي كان عنده اعداد اللعيبة الاجانب مقفولين كان لازم يمشي واحد اموا عاملين اختراع كده مع اتحاد الكورة نعمل حاجة قط الفران ايه قط الفران دي قالك قايمة الانتظار قايمة الانتظار اه نحط فيها اللعيبة اللي مش عاوزة تمشي ومش راضية تمشي وفي نفس الوقت لديها مرتبة فقالوا تعالوا يا جماعة نحط جيرالدو في قايمة الانتظار فاكرين جيرالدو اللعب الانجولي اللي راح الكابتن عدل لقيه انجولا شخصيا عشان يتعاقد معاه ورجع وقد كان تعاقد معاه وجه اللعب ما نجحش لا اسباب كتير ايا كان اسبابها يعني وموضوعات كتير لكن النادي قال لي قرر يستغنى عن اللعب اما جوهم يستغنوا عن اللعب كانوا عاوزين يراضوا خد جزء من المستحقات ويمشي قال لهم لا ده بدف في الارض وقال لك ما يحصلش انا هاخد فلوسي كلها عارفين فلوسي كلها كم؟ مليون وربعمائة الف يورو دولار اسف مليون وربعمائة الف دولار طبعا فيه مصطلحات زي قد الفران وده بدف في الارض دي بتتكلم عن ما يخص تحادي القرى وما يخص النادي آلي وطبعا تلات محاور رئيسية اتحادي القرى بيحاول يساعد النادي الآلي بقودة الفران بس فيه محور قبلها الفلوس اللي اتدفعت في لعبين زي وولتر بواليا ده فيه محور ثالث اللعيبة كمان اللي فشلت احترافيا مع النادي الآلي وهي بتدبدف في الارض وهي بتاخد الفلوس ده كله مش شايف شادي عيسى غير النادي الآلي لو اتكلمنا عن الفلوس اللي بتتدفع في لعبين ده احنا كتير جدا ده احنا فيه لعب تاريخي نادي الزمالك النادي الوحيد الوحيد فأي ترانسفير في تاريخ اللعب هو اللي دفع فيه فلوس ومش بس كده اللي هو خالد بطيب طبعا تعاقدوا معامل تركيا تعاقدوا معامل تركيا وجابوه بفلوس كأول نادي وآخر نادي يدفع في تاريخ ترانسفير ماركت لخالد بطيب مبالغ ملايا دي مسجلة باسم نادي الزمالك في تاريخ خالد بطيب خالد بطيب حقق نجاحات أصل وارد جدا الصفقة تيجي تنجح وارد جدا ما تنجحش الحقيقة خالد بطيب محققاش نجاحات ده منش كده وبس ده كمان سابهم وكمان ليه فلوس فدي لو جانب الفلوس ففي نمازج على رأسها خالد أبو طيب تعال لقلت الفران بمصطلحك أو قيمة الانتظار حضرتك جيت اكتزقت الصورة تماما عشان توضح ايه او تقول ايه ان النادي الاهلي تم مجاملته وتم تفصيل قيمة الانتظار للنادي الاهلي زي بالضبط ما قال تم تفصيل الاستبدال للنادي الاهلي وكان اول نادي استفاد من الاستبدال واستبدل لعبيه كان نادي الزمالك بتتكلم عن المحترفين وبتقول قيمة الانتظار وكأنها حدث جديد برغم ان قيمة الانتظار دي تم وضع فائس مشيكابالا 2018 متخيل ومش محترف ومش محترف لما كمان اتحاد القرى حافظ في ظروف استثنائية على حقوق الاندية في التعاقد مع لعبين محترفين وكمان يكون فيها لعب سابق او لما تعاملت في 2018 كان فيها اسطورة نادي الزمالك شيكابالا يبنتكلم كمان ده اختب الاتحاد بما انك اجتزأت فيه 3 نقط مهمة انت خدت النقطة الثالثة الا وهي قيمة الانتظار فقط لغير الحقيقة لو بنتكلم عن اتحاد قرى وحاجات بيتم التفصيلة فانت لازم تسأل قبل ما تقول المحترف الخامس ده جاء ليه اعرف مين اول ناس استفادت بل وجهت اتحاد القرى للمحترف الخامس ارجع كده بالذاكرة وانت تعرف مين النادي اللي تعاقد مع خمس محترفين وقت ما كان اربع محترفين فقط في القايمة وبعدها بأيام بسيطة تم الاعلان عن فكرة خمس لعبين محترفين بالتأكيد ومش النادي الاهلي تجاهلت كل ده لانك جاي في قناة محايدة في ازاعة محايدة تتكلم عن النادي الاهلي فقط لغير وبتتجاهل تماما انك حتى تقول زي ما فيه في النادي الاهلي فيه في النادي الزمالك لا ده ما حصلش ليه لانك جاي كأنك بتعتبر دي ازاعة نادي الزمالك مش ازاعة محايدة بنكني لها كل تأدير واحترام وحبينا نلفت وجهة نظر المسؤولين عنه ده كلام ورد زي ما انتوا سمعتوا بالورقة والألم مش كلام مرسل ولكن بيت القصيد في الكلام فين هو محاولة اظهار ان النادي الاهلي كان عنده مشاكل مالية ازاي النادي الاهلي بيحاول يخرج بالموضوع الى اتفاقات مالية هي الافضل في ظل انك طبيعي في علاقتك بالمحترفين ورسعيك محترفين افضل يكون ده ولكن اسامة داكو مساء الخالب بطيب لازم هنا حاجة عمرنا ما كنا هنتكلم فيها ولكن انت اللي دتنا الفرصة نتكلم فيها وهي استأذنكم نعرض التصميم غرامات لا يمكن تلاقي نادي هذا الكم من الغرامات حمد النقاز مليون وثلتمائة دولار مليون وثلتمائة ألف عشنبونج مليون ومتين شيكابلة تمنمائة ألف محمد ابراهيم والحكاية اللي جميع القنوات والإعلام اتكلم معناها بعد ما صارع احمد الغمري زميلنا في الاعداد محمد ابراهيم ده تجارة في الخير محمد ابراهيم كل الان ده كسبت منه محمد ابراهيم الصدقات ومعروف يوسف وحميد أحداد وباتشيكو وجروس وخالد بوطايا هنا الفكرة انت متخيل انت تغاضيت عن كل ده وجاي تقف عند جيرالدو اللي هو حالة استثنائية أو حتى النادي الأهلي حاول يوصل لتسوية ليها مش حمد النقاز حتى اللي حالة فريدة انت مشيته أو فسقت عقده وخدت فلوسه وروحت تعاقدت معلها في نارف سمركزه هو أقل فنيا منه نرجع رسالتنا الرئيسية عشان الناس ما تنساش ان كل الكلام ده حصل في إزاعي احمد مفترض مفترض ان هي محايتة بالتأكيد والأهم بقى حتى لو اتكلمنا في قيمة الانتظار لازم تبقى عارف انها مشروطة بموافقة اللاعب يعني لو اللاعب لو جيرالدو ده ما وفقش ان هو يتحط بقيمة الانتظار فقيمة الانتظار مش هتفيد النادي الأهلي في أي شيء فده لو انت بتتكلم عن اتحاد قرى اتحاد قرى بيحط قرار لخدمة الاندية انت صورته ان هو خدمة النادي الأهلي ولو اللاعب ما وفقش مش هيبقى لأي خدمة للنادي الأهلي شوف بقى قرارات تانية وقد لعبينه وفيه ديون مدفوع وفيه ديون على الاندية شوف الحاجات دي كده شوف الكلام ده وتكلم عنه افتح بقى طالما انت عايز تتكلم بقى عن فكرة اتحاد القرى وقط الفران وقيمة الانتظار ما تكلمنا عن الاندية اللي علاها غرامات وبتسجل لعبيها ما تكلمنا عن اتحاد القرى اللي خد غرامات لما ادى ترخيص لنادي الزمالك لما تغرم من الكاف انت زي بتدى ترخيص لنادي الزمالك وفيه عندك لعيبة رفع شكاوي واصلوا ل 17 مليون دولار افتح القضايا دي واحنا هنكون صبرت ليك ونقول فعلا انت تستحق تتواجد في قناة محايدة اتمنى الرسالة بكون وصلت نطلع فاصل واتروح في اي مكان